بسم الله الرحمن الرحيم في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم الاثنين المقبل السابع عشر من نيسان وجه تحية تقدير واعتزاز إليكم أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال ونجدد التأكيد بأننا نعمل على كل المسارات لأطاء قضيتكم الزخم والدعم الحقوقي والدولي الذي تستحقه حتى نصل بمعاناتكم وأبناء شعبنا إلى أبعد مكان في هذه الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وكسر قيوده والإفراج عنكم جميعا دون قيد أو شرط في هذا اليوم الذي يتجدد فيه شعورنا بألام الأسر وقساوة الاحتلال وظلمة الزنازين كما شعورنا بالفخر والاعتزاز بصمودكم وتضحياتكم نقف قيادة وشعبا موحدين قلفكم نرفع رأسنا عاليا أمام معركة الحرية والكرامة التي تخوضونها بقيادة الأخ المناضل مروان البروثي وأخوانه من كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي دفاعا عن حرياتكم وحقوقكم وكرامتكم الإنسانية في اخضم المعركة التي يخوضها أسران البواسل وجه الدعوة لكافة أبناء شعبنا وكافة الفعاليات والمؤسسات الوطنية إلى مزيد من التضامن لتصل رسالة الأسرى إلى كافة أسقع العالم ولندفع معا وسويا باتجاه أوسع تحرك دولي وشعبي ورسمي للوقوف معهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ حركتنا الأسيرة ترجمة نانسي قنقر